أوقات النوم، أوقات الراحة، عدم الصهر يعرف أن هناك واجبات وكأس العالم ليست مسابقة سهلة ممكن أن تقام كل أسبوع أو كل جهر أو كل سنة يتقام على الرأس كل أربع سنوات لعب المصري ولعب مزاجي ولذلك الصرمة كانت مطلوبة وكانت موجودة ورازالت موجودة مع حسن شحاتة حتى في نهاية كأس أفريقيا فهم ستة حينما استبدل والحادث الكبير الشهير مع عميدو الذي لم يقبل كما وشى من نسبة الودو واتبع مباراة القابون خدمة المنتخب الجزائري أكيد أن تجد نفسك أنك تراتي عناصر مؤثرة هدافين وإمكانهم أن يشاركوا ويعطوا ذلك الزخم يبتعدون وتعطي فرصة للمنتخب الجزائر وكان هناك أسباب كما قلنا داخلية جعلت أن المنتخب الجزائري يتعلق بغض النظر فؤاد وخاليل على هذا الجانب الذي أستطيع لي بزيارة الديسيبلين ربما كتعرف خاليد وفؤاد كرة القدم البريد للمنتخب الجزائر يتعلق أن المنتخب الجزائر وكان يتعلق الديسيبلين كان في المنتخب الجزائر لماذا فرصة الزخواد؟ قد يتعلق هذا المنتخب الجزائر شعر المنتخب الجزائر يسمى ما يتعلق ابشى كذلك للذي كما قلنا هذا المنتخب منتخب تظاهرات أنت تقول ذلك لا لأن المنتخب الميصري كما تتألقه في منافسات كأس القارات كيف كان قاب قوسين أنه يتأهل المباراة الإنسانية العرض البطولي عاما في المنتخب كالبرازيل وكيف كان قاب قوسين أنه يحرز التعادل من المنتخب كيف فاز على المنتخب الإيطالي وربما أسقط وكيف نكمل لأن كيف هذا المنتخب سقط في الفقه للتواضع لأنه شاهد رأسه وصل المباراة المباراة النسي هناك حالة التي وقعت وتحدث عن الصحافة نأتي دائما إلى حالة عدم الانضباط هم الآن كانوا في دورة وكان السهل تحقوا فيهم لكن الانضباط هي التي تعود إلى اللاعب نفسه إذا كنت أنت لغير المنضبط حياتك المثالية اليومية غير مثالية كيف يمكن أن تعطي المنتخب لا غير باش نرجعون يقولون أن هذا المنتخب المنصري مليك يلعب على هذا المرور تدورت لأنه في 2018 يفوز بكأس إفريقيا من بعد الغياب ويغيب على كأس العالم منذ عام تسعين وهذا المنتخب لم يكن يعطي أهلي يسيطر على منافسة القرية ولكن مليك تكون هذه المباراة متفرقة ينعجز على التعامل من المباراة المباراة وبما العقد المسؤولية المؤمورية وهو التعادل في اللقاء الأول أمام منتخب الزنبي وكل ضغط الجمهور والضغط الصحافة المصرية التي كانت الإقصائيات جاءت أشهر قليلة فقط بعد فوز بخامس لقب في كأس إفريقيا الأمم فبالتالي المنتخب المصري وشفناه في المنتخب الزنبي ربما كان منتخب متواضع وحتى الجميع تفاجأ بهذا المنتخب الزنبي الذي كان قليل من الحد أنه يكون الحضور تكون متساوية مع المنتخبين المصري والمنتخب الجزائر المنتخب الجزائري والمبارا ديالو مع المنتخب الزنبي لالجيري qui est sur un nuage les Fenech dont l'objectif annoncé c'était souvenez-vous la qualification pour la prochaine Cannes sont en train de dépasser toutes les attentes la victoire des coéquipiers de Karim Ziyani face à la Zambi les place dans une position idéale en vue d'une qualification pour le mondial la première depuis 24 ans et la Coupe du Monde 1986 nous sommes cette fois-ci pas au début du Ramadan comme l'année passée contre le Sénégal mais nous sommes dans la deuxième semaine du Ramadan ça veut dire qu'il y a beaucoup de fatigue qui s'installe dans les organismes des joueurs et que ça posait encore un deuxième problème à l'équipe donc il y avait ces deux facteurs principaux trouvés un paramétri